السلام عليكم ام كامل او محمود كامل والنهاردة يا شباب ايوه جبنا رقم بوبي الشرير الواتساب بتاعه انت هتقول لي ايه ام كامل يعني ازاي انت انت ام كامل هتجيب رقم بوبي الشرير بجد انت بتتكلم جد ولا ايضا ايضا راح فيه لا يا جامعة باكلمكم جد والله النهاردة في كراوين القراويين ضف لنا موت باك اسطوري اسطوري بتروح تطلب منه الرقم يا دوبك اول ما بتطلب الرقم بيديك مهمتين تعمل المهمتين والاتنين المشن بعد ما تخلص على طول اتفضل رقم الواتساب بتاع بوبي ناخد رقم الواتساب احنا نتصل عليه ونكلمه كل اللي احزوا منكم قبل ما نبدأ المقطع تكتبو لي تحت في الكومنتات دلوقتي ايه اول اسئلة ممكن نسألها البوبي الشرير اول ما نجيب الواتساب بتاع ايضا قبل ابدأ المقطع وطول من كل واحدة انا نتفرج على المقطع ده انه يصلى على النبي على قبل الصلاة والسلام شكرا الله لا 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 الله عزيز يا حزيزات المشاهد شبت التحدي الجديد اللي انا عاملو عندك شهر كامل الشهر الكامل ده هنجمع فيه عدد المشتركين اللي هشتركوا في القناة في الشهر ده وهنتبرع على كل مشترك بجنيه واحد بس يعني لو جبنا خمسين الف مشترك بخمسين الف جنيه الشهر ده وهنتبرع بيوم يا قال وهنعمل فيديو ان شاء الله بالكلام ده فلو انت مش مشترك في القناة دوس على الكلمة الحمرضية وسام معانا ودعمنا في ان احنا ندع يعني انت تشترك في القناة دلوقتي بكده اضيفنا جنيه فانت اشترك واحد من بويلات العيلة واشترك واضغط لايك عايزين ما اصل الوقت عدا خمسين الف لايك وبس خلينا نبدأ شبابات وزا ما تشايفين دخلنا لعبة ماينكرافت عشان المفروض ان احنا عندنا مهمتين وهم من اغرب المهمتين اللي انا شوفتوهم في حياتي وانتم لما تسمعوا المهمتين دولات انا متأكد مية في ان اقتردتكم كده هستغرب ويقول ايه المهمات دي ام كامل اول مهمة يا شباب كيلد اللايون المفروض يا شباب ان احنا هنتل اللايون اللي هو الاسد اللي هو ملك الغابة هنتل الملك الغابة عيال المفروض يا شباب ان احنا هنطور على الاسد ونقتله تمام تاني مهمة عيال وهي من اصعب المهمات اللي يمكن ممكن نواجهها النهاردة وهي يا شباب فاوندزا التنبل اللي هو الشباب المفروض اللي هم عايزين التمبل بتاع الصحرة. واتواكع ان فيه صحرة قريبة من هنا. فالموضوع عيبا كويس جدا بالنسبة لي. والقرية ما كانها اسطوري. وان شاء الله باسن الله يعني نلاقي. ايوا الصحرة عنك ايه. باسن الله يعني نلاقي التمبل. وباسن الله نعرف نتلل ايه? الاسد. طبعا الاسد دوت موضوع صعب جدا كل ده عشان اخد رقم الواتساب بتاع بوبي. او اعمل ماس معايا محادسة بسيطة شاتنجي كده بالاسئلة بتاعتكم اللي جاي حاطيتها كلها. ويقوم كبنا كلها عيال ونسأل بوبي كلها على الواتساب. المهم خلوها دلوقتي عيال نجاز وضعينها عشان ما ينفعش ان انا اروح اصلاة الاسد وانا بالمنظر ده من غير دروع ومن غير ادوات. فخلوها دلوقتي يخش على القروي ده اللي دايما بيساعدنا وما فيش حد لعب لعب وما تاخدش وسرق الصندوق بتاع القروي ده. اللي عمل كده يكيفل داعت في الكمنتاب. فخلوها الايرون جولوم هيدينا الواحد واربع حبيات ايرون. ومية في المية هنا مفيش ايرون جولوم. مية في المية هنا مفيش ايرون جولوم. في الاصدار وان بوينت اتناشر بوينت اتنين. آآ على ما ظننا بيبقاش في ايرون جولوم. هو ده المتوقع وهو ده اللي بيعصل فعلا. فما فيش مشكلة شبابة انجمع لنا خبشتين. ايه خبشتين? والله كنت اقول لكم خبشتين. ايه خبشتين ده يا عيال. طبعا ساحسا مرضوش يجي معايا وخاف جدا جدا. عال ان هو يعمل شاتنج واتساب كده ما بينه ما بين بوبي. بس انا قلت له والله الصراحة يعني انت لما تعمل شات مع بوبي كده هتعرف عنه حقائق او مرة تعرفها هتعرف هو فعلا طيب ولا شرير. هنسأله شوية اسئلة اسطورية يا شباب. وممكن كمان يعني نسأله على المكان بتاع دلوقتي هو عايش فينا او ساكن فينا. فالموضوع هيبقى ممتع جدا وهيبقى بسيط جدا وهالفكرة اسطورية جدا ويا رب تزبط معانا ونقدر ان احنا نتواصل معانا والله يا ملك رغبة ونقتله ونعمل المهمات اللي هم عايزينها ونخلص بدر بدر. المهم خلوا نعمل ايه بكاكس من الخشب بعد ما نعملها بكاكس من الخشب هنجيب على طول تلاتة قبل اسطور من بيوت القراوين مش انتوا اللي عايزين نعملوا مهمات يا قراوين عشان تدوني رقم الواتساب بتاعه انا ما عنديش مشكلة انا اهو 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 عملت بكاكس قبل اسطور خلا ما انا نزل كبه في الاسطوري ده وتوقع انه اريفين وفي ايرون اول ما بصيك كده تحت واحد اتنين تلاتة اربعة الله عليك يا امكامل والله ايهو ايزي يا عيال لقيت الاغراط اللي انا ما احتاجها كلها بسهولة جدا 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 خلا هنطلع بس دلوقتي اه 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 اتوقع ان احنا هنحتاجه على القبل اسطون فعشان ما نزلش نطلع تاني فخلا هنجمع قبل اسطون على طول اجي واحد اتنين تلاتة اربعة مفروض ان هم تسعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة او ايه الاور الغريب ده يا له كده توقع اللي هي علاقة بالمودات اللي موجودة هنا كسره كده يابا توقع ان هو لي علاقة بالمودات عالق مش مهم بخلينا بس نطلع دلوقتي اوكي تمام طلعوني ميلينا طلعوني يا سمع صوت معيز اول مرة سمع صوت معيز في لعبة مانيكرافت اولي يا الخرفان ايه اللي صوتها كده المهم اه كنت قاعد تاني الحمد لله ربنا الصرع المهم ايه خلونا دلوقتي نعمل لنا الفرن بتاعنا الاسطوري واو ما نعمل الفرن انا نجيب الفرن ده نحطه هنا كده وعرضوا من محددين فيه تلات فاحمايات مع اربعة حبات ايرون طبعا تلات فاحمايات ايه التلاتة الخشام اه ايه ده ريفين ده واو 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 يا الحظ ايه ده ما بيهجوم علي ولا رحيم فين يا عيال بيقله الفراخ ولا همه بيعمله ايه ايه هيه سرق اول بيضه ايا ايا اسطلا سرق اول بيضه اUST филь الاماها عايز نتاكلني يا ايه المتحددين يا كرام 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 هنجع وعم هنجع احنا جاين نقتل ملك الغابة وجاين نعمل المهمات بدعياتنا ابعد عن النام لأم كامل. اوكي يا الله بسم الله اللي ربا حبات ايرون طلعه. خلاله دلوقتي ينام ايه? اه محتاجين خشب. اوكي عايزين واحد خشباية. هي واحد خشباية هنجيب بس ست من الايرون. نعمل لها سيف بسيط كده يا شباب يبقى اسطوري كده. بحيث لما لها ملك الغابة نعرف نتعامل معاها ونقتلو بكل سهولة. خلاله راح على بتاعتنا هنعمل لها شباب من الخشب اللي احنا جمعناه. وعلى طول نقوم عاملين اول سيف لينا. طبعا نقدر نعمل السيف من بتاع ده. ما نقدرش عالف تقارته ممكن بقدر ده نعمل منه سيف بس ما نفعش. المهم خلاله نعمل لها سيف واحد. لا ما نعملش حاجة تاني. يا اول سيف واحد بس. المهم خلاله تجي دلوقتي ناحية التمبل وآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ ! بيعرف يقوم إما مخلال ينتجه دلوقتي ده ناحية المعبد شوفوا السنجاب اللي هناك ده السنجاب ده ولا اسمه ايه اكتبوا لي اسم وتعرف في الكومنتايات والله فكر اسمه بس يعني نسيه كده فعمين ازاي إما مخلال دلوقتي ينظهر أوهو يا عيال عارفين البيوم اللي قدامي ده اللي هو البيوم الاخضر بس اخضر فاتح شويتين ده يا عيال الاخضر الفاتح ده موجود فيه الاسد موجود فيه الاسد اللايون يا عيال فاقا ايه ده بوما دي اي بوما دي والله غراب دي واللا ايه دي ايه ايه اجري هام كامل اجري هام كامل اجري هام كامل لتاكولني عم يجري اجري بعدين خلا نرفي للموبايل كده اه ايه ده هتننين لاحا مش عايزين تنين احنا عايزين ملك الغابة عايزين لاين لو جبتوا لنا الاسد ولا ندور على التمبل The first بصي الصراحة انا محتور بس شافتنا لو لأيدي التمبل الاول هيبقى أسهل وبعد كده قتل الاسد موضوع الاسد سهل جدا وموضوع التنبل بس هو والله بصعب خلا بس نجيب الموبايل كده نشوف الاحداثيات بتاعت المكان اللي احنا فيه ده بحيس برضو ان احنا بعرفين وعملين حسابنا على كل حاجة ياب وضعنا كده فل السمباتيك يا ايال احنا ماشيين في الاتجاه الصحي ناحية التنبل المفروض ان التنبل قريب من التنين لان التنين بيبقات في الاماكن الاسرية فمية في المية التنين انا عارف مكان التنبل والمكان اللي في وصل الميته مش عارف والله هتركعو عن التنين مو ولا عامل حاجات ده هيا البراز التنين لان التنين على المفكرة بيجي في كل مكان. ايال حاجات الغريمة دي ابعد يا حبيب كاملة? ليون ديئة بس? هو ليون س BeachObs? ولا ؟ ليونيون نمري والله العظيم ديئة? يعيص يعني على عزيم استن faitesلي المترجم لا ليون اس Lobs? نسيت يا عيال استانوا يال сеأمم يكتب لائون لائون مواد هي الإخوار لا 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 الميستما وضع الدهات هيا لا 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 العزم بأكتب لائون انتظروا. اوكي. اسد اسد ليون. طيب ايه بقى? انا بصيت ضربت جدا curt跑 Heelawai هو ده اللي مفروض ان احنا نقتله وجيه قدامي مرة واحدة كده,antasد عنا ام كامل ا exam ام كامل ا Vegan متخيال ومست موجود ان هو ده كممكن lemmill this يعني مش حاعر وجواه العائلة çünkü الاسد ابني مش كلبisme33 ياس ده الطائعر يا عيال كده انا ابتكارت ده الطايجر لا احنا عايزين اللاين هندور على اللاين ما عندناش اي مشكلة هندور على اللاين وما عندناش اي مشكلة المعبد ان شاء الله يبقى قريم وبسم الله الرحمن الرحيم خلونا ندور في كل حتة على المعبد ونجيب لهم الاغراض اللي موجودة جوة المعبد عشان يبقى احنا كده عملنا الميشل الاولى والميشل التانية هتبقى سهلا ان شاء الله بعيدا عن التنين يعني اللي هناك ده ان شاء الله هتبقى سهلا عيال في ان احنا على طول هنلاقي اللاين ونقتله بالسيف الايرون اللي بتلاقي في الاسد لانه ممكن تلاقيه في اي حتة او في بايو معين لانه بيأكل حيوانات معينة زي الحمار الزيبرا انا متأكد مية في المية ان فيه في مكان من الاعحاء دية هنلاقي المعبد وبنفس الوقت هنلاقي الاسد عندي شك في كده يا شباب. في الله بينا خلونا ندور. الموضوع الاسهل جدا ولزيز جدا بس من الصعب انك تلاقي التنبل الصراحة. يعني شوفوا حرفين التنبل مش يعني مش ظاهر مدفوني عيال الرمال المتحركة دفانيتو الرمال والرياح والحاجات ديت عيال كلها اه دفانيتو تحت الارض فمش مشكلة المهم ما خلونا يا عيال ننزل دلوقتي عشان نجمع الاغراض اللي تحت المهم ما يعني علشان ما نغلطش بس غلطة كده ويحشي عيال خلاه احنا نزلين نكسر كأننا نزلين بسلم عشان نحف نطلع بسرعة وفي نفس الوقت ما نقعش عبرش بلد والموت بسبب التين تي فدي حاجة كويسة جدا خلونا نعمل كده تمام الله عليك يا والله عليك تخيلوا كده ام كامل مش موجود يا عال في اليوتيوب هتتفرجوا انتو على ايه ها هتتفرجوا على ايه ها في حد هيجيب لكم مراكم بوبي بعد كده الا الوحيد اللي بعمل كده يا عال فالله خلاها نعمل كده اوكي نشيل البرش بليت وانشيل اهم حاجة لتي انتي ده ليه ام كامل التي انتي ده لو انفجر انا هتعمل فتة يا عيال باللحمة هنا والله مش مهزر فخلاها نفتح كده اوكي ايرون لتسجق لأ انا هاخد الشيستات كلها لانه اموة ما وليش هتقيه بالضبط فانا ااخد الشيستات كلها واللي يجي فيها معايا هاخده كلها انا حرفين هاتحاجات السامينة اللي فيه لو فيه مسلا حاجات ملقاش مكان فانا مش هاخدها هنا موجود جولد ده اكيب ما ام عارفين اللي موجود في الاثراك ferdeة لانها حاجات ازرية جدا وكتاب كاتبty d او ماÜ ج bald حلو جدا الحاجات دي تمام الدين اديني كده انا عايز بوص اعايز كل الشيستات اللي موجودة عندكم انا تمام احتاط اخر عمايه اتنين وتلاتين سن انت ستون крمالات 38% بالصفحت أجل قمنا الحمد لله و المهم okay Okay اللاون او الاسد ايه ده يا عيال! ديك من مرات الاسد والله العظيم ان ديك من مرات الاسد يبقى كده المعنى من كده ان في هنا اسد ديك من مرات الاسد ها هي اه هي بتدور على الاكل هي تقريبا و بتدور على ابنها اوكي اوكي بالراحة اوكي كده الاسد موجود انا بقولكم ده البتاع اللي بينظف الاسد تشايفين بتاعة اللي بيمش تحت الارض ده ده اللي بينظف الاسد المعنى من كده ان فيه اسد هنا فايما ايوا او مار جوهاد اللايين يا حيال ايه السود ده لا مش بيسول عمدا خلانا اعمل على نورمل. تمام اتقولي ايه ايم كانت بتعمل دفكاتي نورمال عشان نواجه نفس الصعوب. ايه السود ده? ااه! تحبان. تحبان يا عيال. لا 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 لا. ديت الله يا ايم كامل. اوكي. الحمدلله يا عيال تحبان يا عيال من بتاع الصحرا ده كما هيكلني والله. واحد كمان راحبت عنه ايم كامل. اوكي. المشكلة بقى اصد الغابة ده لان اهلا باستو. وبعدين هنا في واحدة معه بنتها او ابنها ما اعرفش. خلونا يا شباب همسك ده هو ده اللي يتقتل تمام سحب كده هنجيبه من ظهره لا لا بيهجم علي لا لا يجري أم كامل ما هيش أكل ما هيقولت نابل ما هيقولت نابل حلو جدا حلو جدا تعالى 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 فكر نفسك ايه تعالى أنا أخلص عليك في ثانية ضربتك ضربتين فاضيلك ضربة الله عليك هات اللحظة خلصنا عيال دايما الانسوب بتتغدر من ضراء زي ما أنا لسه عامل دلوقتي غير كم كده انت يوار دايد مان هات خي فيه فيه تعبان وبي بيجروا وراي واللي أنا مش عارب بس الحمد لله يا عيال خلصنا المشن بتاعتنا والحمد لله وأخيرا قتلنا الله نشوفه ده بتجري مع بنتها تحت الأرض كده أستنوا أقدر أمسكه على فكر أستنوا أيوة أيوة يا عيال سريع جدا خد ولا يا ابن السريعة والله سريع جدا أوكي هات اللي في الأرض ده في التراب مش عارب أمسكه أمسكت واحد أمسكت واحد أمسكت واحد أعيال والله يا شبه السحس أوكي خلونا نربيه في اللقفة لنجدات عيال ونروح القرية على طول بعد ما خلصنا المهمات بتاعية الأسرية وناخد رقم الواتساب بتاع بوب الشرير ونجرب ان احنا نكلمه ونسأله الأسئلة اللي احنا عايزنا موت ميتة الله يرحمه عيال يلا خلينا نروح القرية وناخد رقم الواتساب وعلى طول نروح للشات بتاع بوب الشرير يلا بينا او ماي جود آخر ظهور لو صح 11.49 المعنى من كده ان بوب الشرير بيفتح 24 ساعة طبعا نسيبكم من الاسامي اللي تحت على الشمال الجرح هتلر ليدو موكة زلطة احمد ادم كل دول اسمها صحابي بس اسمك منهم عندنا الاهم بوب الشرير يا عيال فبسم الله الرحمن الرحيم خلنا نكتب له اول حاجة بالانجليز طبعا انا كنت كتبته حرف الواي عشان خاطر ده اللي هو بشغل بتصويره كده المهم اول حاجة نكتبها له وهي كبدا كده هنقول له هلو ان هو على السينما موجود ولا لا ويلا خلينا نشوف رده هيبقى عامل ازاي هلا يرد في ساعتها ولا لا ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي اوكي خلان نقفل كده تماما انا عارف ان هيحصل لعبكة شويتين بس ان شاء الله كل حاجة تبقى بخير طبعا بعد تقول له هلو جعل لها يا عيال على متين صح اوكي اوكي ريلاكس ريلاكس كل حاجة بسيطة يكتب 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 هكتب لي عربي او انجليزي؟ توقع انجليزي يا عيال يعني طبيعي بكتب له انجليزي هيرد علي انجليزي ده رقم عشوائي والله اعلم بجد لا شايفين بعتلي كلمة هلو ازاي بيقول لي هلو بس بطريقة الهاجي واجي بطريقة الشيطان الاحمر فهاشوفه هقول له طبعا او انا مش هبك الكلام لكده انا مش عارف بس اوكي اوكي خلو نشوفها يعمل ايه والله يرد يقول ايه تمام خلو بصوا هنقل لها مستنيينه هنسيبه براحته ياخد راحته عمتا اه بيفلوا النيت تقريبا او اتوقع ان هو بيشوف رد الرسائل اللي انا ببعتله انا مش عارف الصراحة ايه اللي بيحصل بس زي ما تب شايفين انا قلت له هلو رد علي بهلو قلت له يونو مين انت تعرفني فهلت التوقع يا شباب باب الشرير برغم هو او 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 امام اعرفنيش الحمد لله انا بقول لكم الحمد erre مawning انا هيقوله ايه طبعا انا لطول كده انا هاتلك اول تول يا علقة بوصل انا مافكر انا هاتلك يا بابي يا الشرير خلو نشوفها يرد يقولي انا انا اعتمتش عال هنديتو الكلمة دية عشان خاطر بقى يشوف رد الفعل تبقى عاملة ازاي على طول عايز اطلع الشرير اللي جواها طول طبعا انا مسميه بابو الشرير بيدحك يال بيدحك وبيكتب تاني سبوه براحته براحته انا معاك للاخر يا بوبي وريني انت بس عايز ايه وانا هعلم عليك يا بوبي وريني انا شوف بيكتب ايه اوكي you are a good one بقولي انت شخص كويس اعرف منين ان انا يا شباب محضرش يعمل حاجة ازاي كده اوكي اوكي خلاني اكتب له my name اوكي my name amcamel gg who are you عايزوا يكتب لي ايام هاجي واجي عايزوا عايزوا يأكد لي ان هو فعلا الهاجي واجي يمكن يكون واحد بيتكلم معي عادي واول ما بل اه اول ما قلت له هاتلك فقال لي انت شخص كويس لعيني هكيد بوبي مش هتكلم معي بالطريقة ديت او بالا يعني يبقى هادي كده فهمين ازاي هنشوف كل حاجة دلوقتي وخلونا مكملين بسم الله قلت له my name amcamel gg who are you الناس من amcamel gg مين انت خلونا نشوف هيروت ده يقول لي ايه طبعا يوبيعمل علامة صحة واحدة اه you say a night jokes بيقول لي انت بتقول لي حاجات مضحكة يا عيال في ايه عيال انا قلت ايه مضحك انا بقول له هاتلك ايه المضحك في كده what the اوكي سيبوا سيبوا براحت امم خلونا نشوف هيروت ده يقول لها عيال ما ينام امكا I don't know who I am بيقول لك انا مش عارف انا مين انا مش انا لدي ملامحي ولا شكلي شكلي ولا ده انا لا 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 اعطوك عنه عيتلي يا عيال والله العظيم خلونا ريلاكس على الاخر I hear you سمعني ده بيقول لي انه سمعني هاجي واجي لو سمعني على اسم الحقيقي محمود كامل I hear you I hear you محمود كامل You know Don't see اوكي دية دية خلوها 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 راك بيعاب بيقول انه سمعني والله بيقول انه سمعني هوا شوفو انا مكتبتش حاجة والله العظيم ولا رديت عليه حتى هاي اه ا fist تا اه تا اه تا اه اه هل تستمعني؟ طيب اقول لهT انا خايف والله بجد خايف بكلمكم بجد والله العزم بعيدم على التصيير بعيدنا على هذا حاجة انت خيالوا انك بتكلموا رقم غريب ويقول لكم انا سمعك. وتجي تقول له انت سمعني ومش عافية اعمل لك كده. اصلا كنت بتكلم بالعربي فهو اكيد مش فاهم انا كنت بقول ايه. اوكي خلا نشوف رده عامل ازاي. ربنا السورة يا رب. ربنا السورة يا خايف. اوكي حاولي لابعت له ايموجي كويس. هبعت له ايموجي اللي هو فاهمين اللي هو انا انا شخص طيب. اوكي. اهو. بس خلا نشوف هيعمل ايه. رده يا بعمل ازاي انا ما عرفش ان انت عندي انا فاصل ولا انا مش فاهم يا عاد بس خلا نكمل. عالو واقع. انت قطع. انت قطع. في صوت حد. صوت حد بيخبط والرسال بتوصل وبترد على قبل ما بتوصل. في ايه?